في مواجهة الخطر يتوحد العراق ولابد له من الوحدة أمام خطر ما يزال يمارس صناعة الموت والفوضى ويؤخر البلاد عن التقدم والاستقرار والتطبيق دولة القانون يصل وزير الدفاع جمع عناد إلى كاركوك مجتمعاً مع قيادات عسكرية وأمنية تحديداً في قاعدة طيران الجيش الرابعة هدف رئيسي يعزز الأقوال إلى أفعال بعد الوصول إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة وتفعيلها بناء على اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ضبط الأمن في المناطق المتنازع عليها خط ثابت يتحرك عليه الطرفان هدف مباشر لمواجهة ومحاربة داعش وخلاياه وهو ما يكشفه الناتق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول الاتفاق المبرم تعززه البشمرقة وبما يشمل بعض المناطق الحدودية مع سوريا ما يعزز إنشاء أربع غرف عمليات تهدف إلى تعبئة فراغة يستغلها تنظيم داعش في شن هجماته تعزز الجهود بين الطرفين يحقق المؤمل على طريق حماية الأمن في البلاد وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأي خروج على القانون من شأنه إدامة خارطة الدم سيما بعد حديث عن المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية ما يعني أن الحالة الإلزامية تفرض على الجانب الأمنية العراقي أن يكون وحدة واحدة وتعزيز قدراته العسكرية للدفاع عن ثرى العراق من شماله وحتى الجنوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر